بسم الله الرحمن الرحيم عزيز الدارس نحن ما زلنا في رحاب الاتجاهات المعاصرة في المناهج وطرق التدريس يجب أن نتطرق أولا قبل تناول المنهج التالي إلى الكلمات الجديدة في هذا الميدان لما بينها من تداخل وخلط قد يفيض قموضا يؤدي إلى عدم الفهم ومن هذه الكلمات الجديدة التي تميز هذه المناهج الدمج يعني المزج أو الخلط أو التداخل بما يفضي إلى التوحد وتكوين منهج واحد مدمج وهذا ما تم في المنهج المدمج حيث تم دمج التعليم عن بعد بالإنترنت في التعليم التغليدي أو التعليم الإلكتروني في التعليم الوجاحي أو بالأحرى دمج التعليم بالتعلم لأن التعليم بالإنترنت يعد تعلما والتعليم التغليدي يعد تنشاط تعليمي من المعلم إلى المتعلم الربط الربط يعني إظهار العلاقات بين مادتين أو أكثر سواء كان هذه المواد في مجال أو حق لدراسي واحد مثل العلوم الاجتماعية أو المواد الاجتماعية أو اللغويات ويلاحظ أن الربط خف بكثير من الدمج التكامل لأن هناك مواد أو معارف أو خبرات تكمل بعضها بعضا وغثبت أن المعرفة الإنسانية متكاملة ولا بد من التعرف على هذا التكامل لأن ذلك يزيد المعرف والخبرة وضوحا ويضيف عمقا وبعدا إلى فهم الطالب بما يتيح له تحصيلا وإحاطة بكل مواد المنهج ويحميه من التعلم المفتور غير الوافي وغير المغنع الذي يعانيه في منهج المواد المنفصلة ومما لا شك فيه عزيز الدارس أن الدمج كلمة شاملة تسع الربط والتكامل كما أن التكامل قد يفي بأهداف الدمج والربط ولكن الربط غد لا يعني الدمج أو التكامل ونترك لك عزيز الدارس القدر الأدنى في البحث عن القدر الأوفى في البحث رجاء أن توافينا بما تحصلت عليه حتى نستفيد ونشارك في المعرفة هذه التوطئة مدخل لمنهج اليوم المنهج التكاملي فما المنهج التكاملي؟ المنهج التكاملي محاولة للربط بين الموضوعات الدراسية في مواد مختلفة وإبراز ما بينها من علاقات تكشف عن تكامل المعرفة وتكامل الخبرة حيث ثبت أنه لا توجد معرفة منفصلة تماما بذاتها فالمعارف مهما تمايزت فهي متداخلة ومتشاعبة في بعضها البعض المنهج التكاملي يعني الصلة بين المواد ويعمق هذه الصلة ويوسع آفاق المتعلم والمعلم ويعمق إدراك القدر المشترك بينهما وبالتالي يتخلص من سلبيات منهج المواد المفصلة حيث يقدم معرفة مفتورة ناقصة ويحول دون توظيف واستثمار المعارف والخبرات في مواجهة الحياة وهذا ما تلافاه وتقلب عليه المنهج التكاملي والمنهج المواد المنفصلة أيضا من سلبياته أنه يفصل أو يفصل بين المدرسة والمجتمع المتطلع لها أبدا بما يجعل من المادة هدفا في ذاتها وبالتالي يتقوقع المتعلم فيها والحصيلة معلومات يكتشف المتعلم فيما بعد أنها لا تساوي شيئا في واقع حياته دواعي المنهج التكاملي من دواعي المنهج التكاملي غير الفقرة التي ذكرناها آنفا إنه من دواعيه هي الخدمة العامة الحاجة الماسة لهذا المنهج حيث بدأت الفكرة منذ بدايات القرن العشرين فقد نادى دوي وكيلي باتريك وغيرهما من دعاة التربية المتقدمة إلى المنح التكاملي في المناهج التربوية دواعي المنهج التكاملي من دواعي المنهج التكاملي أيضا أن التربية التقدمية أدركت بوعي تام أهمية التعلم والتركيز عليه وبالتالي فإن المناهج الحديثة كلها تغريبا تضافرت على إثراء التعلم واستجابت بقوة لهذا المجانب فالمنهج التكاملي يراعي ويهتم بميول ورقبات وقدرات وحاجات الطلاب بل يعنى كل العناية بطبيعة التكوين الشخصي للمتعلم فإن التقدم في العلوم المختلفة يجب أن يراعي الخواصة النفسية في المناهج التربوية فالشخصية كل واحد وإن تمايزت فيها المكونات النفسية والحسية والمعنوية وأن مجالات التعلم وإن تنوعت فإنها تتكامل مع بعضها البعض وهذا ما يتمحور حوله المنهج التكاملي المنهج أيضا ينمي معرفة وثقافة المتعلم ويرقى به علميا ومهنيا ويوسع آفاقه وإدراك العلاقات بين مادته والمواد الأخرى مما ينعكس على آدائه وجودة عمله وعطائه من ناحية وفائدة طلابه من ناحية أخرى أنماط التكامل تتلخص في نمطين أو نوعين أفقي ورأسي نعني بالتكامل الأفقي التكامل يسير أو يتم في خط أفقي حيث يجمع بين موضوعات في المنهج في صف معين قد يكون الأول أو الثاني أو الرابع وبالتالي يركز على العلاقة مثلا بين الرياضيات ومقاييس الرسم في الجغرافية والنسبة والتناسب في إنشاء المجسمات أو الرسوم المصغرة لما هو موجود في الواقع أو لمعرفة العلاقة بين السرعة والمسافة وبالتالي سار المنهج في خط أفقي يجمع بين مادة واحدة التي هي الرياضيات أما التكامل الرأسي يطلق عليه البعض البناء الحلزوني أو اللوبي للمنهج يتخذ هذا النمط تقدم رأسيا من حيث العمق أو الاتساء بحيث يلتغط كل المعارف المتكاملة في أثناء صعوده رأسيا بما يشبه حركة الحلزون أسس بناء المنهج التكاملي أولا تكامل الخبرة الخبرة مهما تنوعت سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة محسوسة أو شبه محسوسة مسموعة أو مرئية أو مزيج من هذا وذاك فهي متكاملة وتكاملها 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 يزيدها وضوحا ورسوخا في الذهن ويوسع الآفاق لإدراك أبعاد أخرى وخبرات أكثر تشابها تفيد المتعلم تفيد المتعلم تجاه المواقف الجديدة لذا ينطلق هذا المنهج من هذا الأساس المثمر الهادف اثنين تكامل المعرفة لعلك عزيز الدارس أدركت أيضا هذا المفهوم جيدا من خلال دراستك الأكاديمية ومن العرض الفائد وأدركت أيضا أهميته للمعلم والمتعلم ثالثا تكامل الشخصية الهدف الرئيس لهذا المنهج بناء شخصية متكاملة تتكامل فيها المعارف والعلوم والمهارات والقيم بما يعينه على الانسجام والتكيف ويمنح شخصيته الثقة والاستقرار النفسي ويتيح له الإنجاز بل الإبداع مراعاة ميول الطلاب ورغباتهم وحاجاتهم في حالة بناء المنهج وتنفيزه مراعاة الفروق الفردية من خلال التعرف على خصائص الطلاب والتنوع في المصادر والمناشط والأساليب وألوان التقديم التي تقابل الفروق بين هؤلاء الطلاب التعاون والعمل الجماعي من خلال تصميم مشروعات وموضوعات تستدعي التدريب على التعاون والعمل في مجموعة وهذا مهيد جدا وهذا مهم جدا في الاندماج في المجتمع وتنمية روح التماسك والوحدة الوطنية وخدمة المجتمع خطوات بناء المنهج يبدأ المنهج بالمفاهيم وهي التصورات العقلية المنطقية يستعام بها في بناء منهج متكامل من خلال عدة صور منها تقديم المفهوم الواحد بالتدرج في مستوى سهل ثم يتدرج في الصعوبة والتعقيد وقد يكون في مستوى رأسي خلال عدة سنوات أو مستوى أفقي في مواد دراسية مختلفة خلال السنة الواحدة ثانيا المهارات تشمل الجانب التطبيقي أو الآداء في المعرفة أو مجالات التعلم الإنساني وتعامل معاملة المفاهيم حيث تطرح في تكامل أفقي خلال السنة أو تكامل رأسي خلال عدة سنوات القيم نعني بها المعاني والمثل العليا التي يؤمن بها المجتمع والأخلاق القويمة التي تميز الإنسانية والمبادئ التي هي المبادئ الدينية التي تشتقى من الدين الحنيف المبادئ التنظيمية ثانيا بعد أن أدركنا خطوات التنظيم المنهج ندرس الآن ما هي المبادئ التنظيمية التي تنظم هذا الكم الهائل من المعلومات والمعارف المبادئ التنظيمية تبدأ من الخاص إلى العام أي من الفرد إلى المجتمع أو المدرسة أو الإقليم أو العالمية أو من الخاص في المادة المعينة إلى العموم إلى التعميم من القديم إلى الحديث وهذا خاص بالمواد التاريخية أما المواد الأخرى يجب أن تلامس الحياة المعاصرة وآخر ما توصل إليه العلم حيث تتغير النظريات والحقائق بسرعة قياسية من المحسوس إلى المجرد مما لا شك فيه أن الأطفال الصغار لا يدركون ولا يفهمون المجرد وبالتالي لا بد من التدرج بهم من المحسوس والملموس إلى شبه المحسوس ثم إلى المجرد بما يتناسب مع النطج العقلي لهم أشكال تطبيق المنهج التكاملي التكامل بين مادتين منفصلتين مثل التاريخ والجغرافية لأن الأحداث التاريخية قد ترتبط بالمكان فعلى سبيل المثال أن ثروات إفريقيا وموقعها وموقع بعض البلدان على المنافذ والممرات المائية والمضايق أغرت الدول الاستعمارية بغزو إفريقيا فأصبح تكامل هنا التاريخ مع الجغرافية تكامل مواد دراسية بهدف الحد من المغررات مثل إعطاء فكرة محدودة ومبسطة عن موضوعات مختلفة مرتبطة بوضوح مثل كتاب الدراسات الاجتماعية حيث يشمل الجغرافية والتاريخ والتربية الوطنية علاقة متكاملة بين مادتين مثل التربية الإسلامية ومناسك الحج مع الاستعانة بمعلم الجغرافية بشرح مواقع وطبيعة المناخ والتضاريس في منطقة الحجاز دمج عدة مواد مرتبطة في مادة واحدة مثل علم دراسة البيئة وذلك بدمج مواد مترابطة مثل علم الأرض والجغرافية والكيميا والسياسة وعلم الاجتماع والغطاء النباتي والثروة الحيوانية هذه المواد يمكن ربطها ببعضها البعض في مادة واحدة تنظيم المنهج حول وحدة دراسية ملتزمة بموضوع واحد مثل الموضوع الحشرات النافعة والضارة وارتباطها بالنبات والحيوان وأهم من ذلك صحة الإنسان ومدى نفعها للبيئة وصحة الإنسان والحيوان ومدى مضارها لغير ذلك أو لهذه للغطاء النباتي ومدى مضارها أو المضار التي تلحق بالخضروات والغطاء النباتي والإنسان من هذا الترابط وهكذا أهم الإيجابيات لهذا المنهج أولا يكتسب المتعلم المنهجية العلمية في التفكير من زوايا مختلفة وعدة مهارات أخرى مثل الحوار والمناغشة والنقد والتحليل ثانيا إمكانية تطبيق المادة في الحياة تعزيز التعاون والتدريب على العمل الاجتماعي والجماعي بين المتعلمين أما السلبيات فهي الحاجة إلى كادر ذات كفاءة عالية وقاعدة معرفية واسعة ومهارة فائقة في عرض المادة وجهد مضاعف من العلم والمهارة لتحقيق أهدافه في الحصة ثانيا صعوبة تقبل الطلاب لعدة مواضيع في الحصة الواحدة ثالثا أجمع التربويون أن تحقيق أهداف الدرس في المنهج التكاملي أقل جودة من المناهج المتصلة المنفصلة عزيز الدارس الآن ننتقل إلى التعليم الإلكتروني هناك ثلاث تواريخ مهمة في هذا التعليم أو في نشأة هذا التعليم عام 1958 مرورا بعام 1993 ثم عام 2000 حيث ظهور الشبكة العنكبوتية والبريد الإلكتروني وأفلام الفيديو ولكن عام 2001 كان عاما بارزا وحاسما في تاريخ النشأة حيث ظهر الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية وظهر تصميم المواقع في الشبكة أكثر تقدما وسرعة وبالتالي أصبحت الملفات وسريان هذه الملفات والمعلومات وظهور هذه المواقع وهذه الطفرة التكنولوجية فتحت بابا عظيما على التعليم الإلكتروني تعريف التعليم الإلكتروني اختلف في تعريفه كثيرا يعرفه البعض تعريفا شاملا بأنه منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تغنيات المعلومات والاتصالات التفاعلية مثل الإنترنت والإنترانيت والإزاعة أو الغنوات الفضائية والأغراس الممغنطة والتلفون والبريد الإلكتروني والمؤتمرات الدولية لتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة دون الالتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المعلم والمتعلم والتعليم الإلكتروني يتم عبر نمطين متزامن وغير متزامن خصائص التعليم الإلكتروني نعني بها ما يختص به هذا النظام التعليمي دون غيره والخواص قد تكون إيجابية ومن ثم تعتبر مزايا أو غير ذلك فتعد من السلبيات ومن أهم خصائصه المرونة أي أن المتعلم يمكن له أن يتلقاه في أي زمان ومكان دون التقيد بمكان محدد وزمن مغيد فهو تعليم على مدار الساعة يوفر بيئة تعليمية تفاعلية بين المعلم والمتعلم أي زملائه من خلال مجتمع واسع يكاد يكون عالميا عبر مواقع الافتراض وفي ذلك فائدة عظيمة علميا وثقافيا يعتمد على مجهود المتعلم في تعليم نفسه أو في مجموعات صغيرة أو تعلم تعاوني إذا كان داخل الصف ويعلمه أيضا الاعتماد والثقة بالنفس ومهارات البحث والاتصال والتواصل بمصادر التعلم المختلفة المصادر التعليمية في هذا النوع من التعليم واسعة الثراء وبلا حدود حيث المكتبات الإلكترونية والافتراضية والمواقع والبوابات والمدونات والمؤتمرات العلمية وكل ما يفيض به عالم الإنترنت بالإضافة في أن الخبرات التعليمية التي يوفرها هذا النوع من التعليم بعيدة عن المخاطر لكل من يريد التعلم الباب مفتوح على مصراعيه دون الالتزام أو الاختصار على فئة بعينها أو اشترات عمر معين فهو يشجع على التعلم المستمر مدى الحياة يوفر عنصر المتعة أثناء التعليم من خلال العرض بوسائط متعددة ومنافذ مختلفة ومعلومات متجددة بلا انقطاع وصور للفيديو وأخرى من الوسائط المتعددة قليل التكلفة بالمقارنة مع التعليم التقليدي سهولته وسهولة تحديث البرامج والمواقع الإلكترونية عبر الشبكة العالمية للمعلومات أن هذا النوع من التعليم غير محصور في التعليم عن بعد كما يفهم البعض بل هناك التعليم الإلكتروني داخل الفصول مزايا التعليم الإلكتروني معظم خصائص التعليم الإلكتروني التي ذكرت تعتبر مزايا يتفوغ بها هذا التعليم على أنماط التعليم الأخرى ومن المزايا أيضا التقلب على ازدحام الفصول والقاعات ومقابلة الفروق الفردية بإتاحة أنماط من التعليم الذاتي كما حلت مشكلة نقص الكفاءات والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن واختصار الوقت والجهد والتكلفة في الوصول إلى المصادر المختلفة وقد أجمل البعض هذه المزايا فيه واحد الكونية أي يمكن التعلم من خلال الانفتاح على المصادر في آفاغ العالم من أخصاه إلى أخصاه ثانيا التفاعلية أي إمكانية التفاعل التام بين المصادر البشرية وغير البشرية ثالثا التنوع أي التنوع اللامحدود في المصادر وهذا يتيح معارف وخبرات لا حصر له رابعا الفردية أي مقابلة وتلبية الفروق الفردية التي كانت معضلة تعليمية تعلمية تؤرق علماء التربية كثيرا والتعلم الإلكتروني تغلب عليها بوضوح بل أتاح لها مجالا واسعا بلا حدود التكاملية يحقق التعليم الإلكتروني بتفوق من خلال برامج الحاسوب ووصايته المتعددة والفائغة التعدد وتغنيات الحاسوب التي أبدعت التنوع مع التكامل وبالتالي يستطيع الطالب أن يتفهم تكامل الخبرة وتكامل المعرفة من خلال هذه البرامج بوضوح تام برامج التعليم الإلكتروني يتيح برامج وخدمات لا حصر لها ويستزداد وتتنوع هذه البرامج يوما بعد يوم برامج التدريب والممارسة برامج المحاكاة برامج الزكاء الإصطناعي برامج الحوار وخدمة المحادثة والتخاطب خدمات القوائم البريدية وهذا لا يتوفر مطلغا في التعليم التغليدي السلبيات يركز هذا التعليم بصفة واضحة على الجانب المعرفي دون غيره قد ينمي هذا التعليم الإنطوائي والإنعزال في نفس المتعلم يركز هذا التعليم على حاستي السمع والبصر دون الحواس الأخرى قياب المناشط الاجتماعية والثقافية والرياضية التي يتيحها التعليم التغليدي في هذا النوع من التعليم يحتاج إلى بنية تحتية من أجهزة ومعامل وخطوة اتصال بالنت وفنيين مهرة وكفاءة عالية لهذه الأجهزة وشبكات الاتصال وأخيرا ليس آخرا أن هذا التعليم متهم بأنه خطر على صحة الإنسان على بصره وعلى الأشعة التي تصدر عن أجهزة الكمبيوتر هذا التعليم أيضا يحتاج إلى معلمين أصحاب كفاءة عالية ومهرة وأيضا تكلفته العالية في المراحل الأولى تسبب بنيات في تأسيس البنيات الأساسية لهذا التعليم ما زال يركز هذا التعليم على الجوانب النظرية والعلوم التطبيقية ما زالت محدودة في هذا النوع من التعليم على الرغم من تطوير الواقع الافتراضي وتفوقه في هذا المجال والمعلوم أن تكنولوجيا الحاسوب تقدمت كثيرا في التطبيقات المختلفة في العلوم المختلفة ما زال بعض المعلمين والمجتمعات لا تؤمن بهذا النوع من التعليم وتشكك في الشهادات الصادرة من خلال هذا التعليم أو بالاعتماد على هذا التعليم عزيزي الدارس هذا النظام التعليمي واسع بلا حدود ومتجدد ومتغير بسرعات تفوق الخيال لذا نأمل منك البحث في معايير جودة التعليم الإلكتروني التعليم الإلكتروني من التطبيق إلى الاحتراف أكتب أيضا عن مدى قناعتك بالمنهج التكاملي ومدى توفر الإمكانات المختلفة في تطبيقه في السودان ما اختراحاتك في تصميم منهج متكامل للمساغات المختلفة والتركيز فيه على مواد محدودة حتى نضمن العمق والكفاءة فكر وأكتب وتواصل معنا